تحياتي للجميع راح تحدث اليوم بشكل سريع ومختصر عن القرارات اللي خرجت عن اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية المتعلقة بتمديد إيقاف ترحيل اللاجئين السوريين طبعا وكما قلت باختصار شديد تم إقرار يوم أمس تمديد إيقاف ترحيل اللاجئين السوريين حتى ستة أشهر أخرى يعني حتى الصيف العام القادم وكان هناك حديث يدور حول أن هناك فئة من اللاجئين السوريين الذين قاموا بجرائم أو يهددون الأمن الألماني أو قاموا بزيارة سوريا لقضاء إجازة فيها هؤلاء قيل أنه سوف يقوم تقوم الحكومة بترحيلهم لكن القرارات اللي خرجت أو القرار اللي خرج لا يتضمن هذا الشيء إنما يتحدث عن إمكانية ترحيل هؤلاء وهذا ما سوف يعمل به يعني في المرحلة القادمة حتى ستة أشهر يعني ممكن حتى خلال ستة أشهر تصدر قرارات جديدة وهذا يعتمد على الوضع الأمني في سوريا كما تحدده الحكومة الألمانية إذن باختصار شديد كما قلت لا يوجد شيء جديد الأمور ماشية مثل قبل إقاف تمديد أو تمديد إقاف ترحيل اللاجئين السوريين أي شيء جديد في هذا الإطار نتحدث عنه في فيديو خاص تحياتي لكم جميعا أتمنى لكم وقت سعيد شكرا لكم